الخلاف اللي ما بيحصل ما بين الزوجين على مسئلة الخلفة وكترتها وكنا وقفين قبل الفاصل وإحنا بنتكلم على إحنا عارفين أماكن الأولاد لما بتزيد البيوت وديق البيوت بأصحابها البيت الـ 24 متر ولا البيت الـ 30 متر والـ 40 متر ولا حتى الـ 50 متر يبقى إزاي فيه خمسة ولا ستة ولا سبعة يعيشوا فيش إزاي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب هذا التضييق حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أعظم الاسم أن يضيع الرجل من يعول وده شكل من أشكال إن أنت تضيع أولادك مش هنفضل نتكلم في مسألة الزيادة السكانية كده طول حياتنا إحنا هنا في مجتمع المجتمع دو تحتاج إنه يتبني يحتاجين إن إحنا نعيش بشكل صحيح ويتبني من أول لبنة من لبنة الأسرة لازم أول حاجة على خلينا نتكلم بكل وضوح وكل صراحة لازم بأول حاجة على أجندة التعارف والخطوبة مش أول حاجة يعني مش بس أنا في الإشهد الزواجي ما ينفعش أقول أول حاجة من أهم الحاجات إن إحنا نتفق عليها هو إن إحنا نتفق إن إحنا مش هنعمل أسرة تكون الأسرة دي مرهقة لنا وعلى فكرة الكلام ده مش بيقول للناس الأقل وعياً لكل الناس كل الناس لازم تبطل تفكر بهذه الطريقة وعشان كده تعالوا نقول نأكد على إن الشرع لم يطلب مننا الإكثار من الأولاد بعيداً عن مسألة ما يتعلق به الأعباء المسألة مسألة إدارة للحياة إدارة للحياة بمعنى إيه؟ إن إحنا مش بنجيب أولاد عشان نرميهم في الشارع كلنا شفنا في الشوارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الأطفال لما بيترموا في الشوارع بيحصل لهم إيه؟ واللي أهلوهم رموهم لما مدروش على تربيتهم اتسرحوا في الإشارات إحنا عايزين نوقف الأمر ده لازم نوقف الأمر ده وننشر الوعي بشكل واضح وبشكل صريح كتير من الناس بيتصوروا إنهم كده بيقدموا خدمة للدين أقول لكم حاجة من دمر بالبرة في ناس بيحبوا فكرة إنهم يكسروا المسلمين فالواحد اللي مش عارف يدخل واحد في الإسلام يقول لك إيه أنا ههدي الإسلام طفل فيكتر من الأولاد كأنه بيعمل إيه؟ بيكتر مسلمين حضرت النبي مش يطالب منك ده حضرت النبي طالب منك حاجة واحدة بس أن ترعى إحنا بينكلمك ده عشان جودة الأسرة جودة الأسرة المصرية اللي بدأت الجودة تخف بدأت الجودة تخف ليه؟ عشان بيخف التعليم لما بيزيد الناس بيقل جودة التعليم لما بيزيد الناس بتقلي جودة المزرعات بتقلي الجودة في المجتمع كله تخيل لما ببساطة خالص ميت واحد عيشتركوا في شيء غير لما مليون واحد يشتركوا في شيء لو عايز تحافظ على أولادك مش أولادك تحافظ عليهم بمعنى أن تجيب لهم فلوس لا تحافظ على أولادك كبنى أدمين الزيادة السكانية تهيني الإنسان الزيادة السكانية تهيني الإنسان فإحنا عايزين نحافظ على كرامة الإنسان ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبح فلو سمحت بعد إذن حضرتك ما تهنش أولادك ما تهنش المجتمع كله ما تخلهمش نهبة للأذى لو عايز تحافظ على أولادك تعال نفكر مع بعض تعال أول حاجة يا سيدي هقولك لو كنت مقبل على الزواج لو سمحت بعد إذن حضرتك دير مواردك ما تخلفش غير وإنت بتدير مواردك يعني إيه لو مش قادر تخلف ما تخلفش غير لما تستطيع أن أنت تحافظ لإبنك على حياة كريمة وحياة محترمة لأن ما ينفعش تجيب الولد وبعد كده تبص تلاقي اللي أنجبته ده أفسد عليك حياتك أنت وزوجتك وهو مش عالا فكرة هو مظلومه ومالوش دعوة هو عدم إدارتك لحياتك هو العمل ده ولذلك لما الناس كانوا بيقولوا ما نبتديش مباشرة بالخلفة دي قضية لإدارة الأسرة دي قضية من التعاون على البر والتقوى دي قضية مهمة جدا 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 لاحترام الولد اللي جاي عشان هو بنى آدم محتاج أنه لما ييجي ييجي في حالة تحترم آدميته مش لما ييجي الزوج يقول لزوجته خلاص أنا مش قادر أستتك أو مش قادر أخليكي فتبتدي هي تتحول إلى شخص مش عارف يعمل إيه مش عارف يلاحق على البيت منين أو يرمي لها الفلوس ويقول لها تصرفي تصرف أنها بدل ما كانت بتأكل هي وهو تتصرف وتأكل كمان طفل محتاج أدوات للنظافة لا كتير كتير يا جماعة لازم نفكر بطريقة مختلفة هل معنى كده أن احنا بيقول للناس ما تخلفوش يا جماعة ديروا المسألة ما ينفعش أن الناس تسقل على نفسها في أول الجواز طب أقول لكم حاجة تانية طب اللي عيخلف ده هو تدرب على أنه يبقى أب طب هي تدربت على أنها تكون أم ادوا لنفسكم فرصة أنا بتكلم لكل مستوات المجتمع اللي معندوش موارد محتاج أن هو يستنى شوية عشان يبقى عنده موارد طب والشخص اللي هو عنده موارد بس هو كمان محتاج أنه يتأهل أنه يبقى أب وهي تتأهل أنه يبقى أم احنا خلاص أهلناكم كمقبلين على الزواج فبيدوا أزواج لكن كمان محتاجين تتأهلوا عشان تبقوا أباء وأمهات فمحتاجين تتدربوا شوية لكن تجربوا في العيال موضوت مش من رعاية ده حضرت النبي حضرت النبي ده مش مراده حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرادنا أنه إحنا لما نجي الرب الأولاد إيه اللي حاصل إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتخنه لما تيجي تخلف خليك يغلب على ظنك أن أنت ستتقن الأبوة وإنت تتقن الأمومة وده محتاجة شوية نتدرب ونتأهل أصلاح مش جاي أنا مش جاي في النهاردة أجامل لأن المسألة خرجت عن الحد أنا دايما بكلمكم منتو مش بكلم حد تاني كان معنا أوجعنا فلازم إحنا نسيب فرصة بعد الجواز ويا سلام لما كمان نستشير الأطباء هل ده ممكن في أول الجواز ولا مش ممكن الحاجة التانية المهمة جدا جدا أن إحنا لازم نعملها فلازم من أول خلص إيه التنظيم بيبتدي تنظيم الخلفة بيبتدي من أول لحظة الجواز مش نسبها فكرة لا لازم نكون متفقين عليها أمر التاني إحنا لازم يبقى عندنا خطة لتنمية الموارد عندنا في البيت لازم نشتغل عليها لأن إحنا لو عملناش كده مش هنكون جاهزين يبقى خطوة خطة للتأهيل للأبوين للأب والأم عشان يكونوا واستقبلوا الأولاد أمر التاني خطة لتكوين الموارد الحاجة التالتة والمهمة اللي إحنا لازم نعملها قبل ما نتكلم بقى للمجتمع كله بقى الحاجة التالتة اللي إحنا لازم نعملها بعد ما نحط خطة لتطوير مواردنا عشان نقدر نستقبل ابن جديد وما فيش منع أن احنا نتكلم في ده بلاش فكرة أنت مش عايز تجيب أولاد مني أو أنت مش عايزة يجيلك أولاد مني بلاش التفكير بالطريقة دي إحنا عايزين نفكر إحنا لما يجينا ابن هل ده فعلاً عايخلينا فعلاً يكون مصدر للسعادة ولا حد يظن إن الإبن عب إن ده بيسري للإبن هو في هو في فطنه أمه بيسري إيه ده الحاجة التالتة اللي إحنا لازم نفكر فيها كأسرة إن إحنا كمان هنفكر إزاي هنقدر نخلي الولد ده ليه مستقبل حقيقي محترم لازم نفكر في التالت حاجات دي أول حاجة إحنا مؤهلين ولا لأ عشان نبقى أب وأم تاني حاجة إحنا إيه خطتنا إن إحنا نوسع مواردنا عشان نقدر نستقبل الأولاد عشان نقدر نستقبل ابننا الجديد الأمر الثاني لازم عندنا خطة مستقبلة نفكر كمان بإن إحنا نباعد ما بينه وبين أخوه اللي جاي عشان ما فيش واحد فيهم يخصم من البنوة ويخصم من الأمومة لازم يكون في فترة بينهم عشان كل واحد ياخد وقته عشان ده لما ينضج ويبتدي يمشي ويبتدي يتحرك أقدر أستقبل حد تاني لكن لما يكونوا مع بعض إحنا مش جايبين مش بنفرخ إحنا في الحقيقة عايزين أولادنا يبقوا أولاد معنا من معاني المحبة ومعنا من معاني كمان السعادة تعالوا نخلي أولادنا ييجوا وإحنا مرتحين بدل ما ييجوا أولادنا وإحنا مستهلكين فنحس إن أولادنا كانوا سبب من نقص في سعادتنا مش في زيادة من سعادتنا لما يكون مستعدين جاهزين ماشيين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولادنا يكونوا معنا من معاني السعادة